ومن جديد يسعد صباحكم بكل خير مكملين معكم وصلنا هلأ لموضوع مهم جدا وبأثر على نفسياتنا كلياتنا بيئة العمل تنعكس على الموظف وقدش بتأثر عليه لما يكون حتى مديرك بالشهل هو قائد مش مدير كما بنعكس عليك نفسيا حتى على بيئتك وعلى اجتماعيتك وعلى حياتك وعلى أسرتك حتى على انتاجيتك وعلى الاقتصاد بشكل كامل مليون بالمئة عشان هيك اليوم مصدفين مختص بالتطوير الشخصي والمؤسسي خليل وهاب يسعد صباحك يا خليل صباح الورد خلود صباح الورد كمال يسعد صباحك بكل خير خليل يعني اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل هيك مفصل أكتر تأثير المدير على الموظف مين هو الشخص اللي يستحق الإدارة شو هي الصفات خلينا نقول صفات المدير اللي هو اللي بيعطي طاقة إيجابية أو بيحفز الموظف على أنه يشتغل هلأ يعني زي ما حكيته هو له تأثير كبير يعني كلنا يمكن إذا منتخيل في تاريخنا وأصدقائنا المشاهدين أنه تخيل مثلا مدير أو مديرة مرأة عليك ما كانت حياتك معهم سعيدة لأي درجة كانت حياتك مطلقة بطبع أو حتى بعد الدوام يعني أنت بتشعر بشعور صحيح بظلك بتأثر مش كتير لطيف مين اللي بيطلع له يكون هلأ الكل بيطلع له يكون بس مين اللي بيحب أنه يصير مين اللي بيقدر أنه يمسك هاي المسئولية يمشي فيها لأنه في كتير ناس للأسف ويمكن شفناهم في مؤسساتنا ممكن تلاقي عندهم مثلا صغر نفس أنه لا أنا أصير مدير لا لا مش شغلت يا هاي الشغلة أنا مش مولود عندي صفات بقدر أني أثر على الناس الناس بتعتقد أنه بس خلص هذا السؤال الجاجة ولا البيضة أنه هو القائد يولد ولا يصنع يعني أنا عمري في حياتي ما شفت قائد من ولد يعني بالنهاية الكل بده ينولد فبالنهاية قداش أنت بتتعب على حالك مشان تتعلم هاي يعني فيه إلها علم في إلها أساسات الكل بيقدر إذا هو بده إذا هي بده طيب شخص بده كيف بإمكانه اليوم يحضر حاله ليصير مدير الضحة هلأ السؤال مهم لأنه كمان لازم قبل ما يكون في موقع لذلك ما نحكي على الموقع مع أنه التأثير ما بحتاج موقع يعني في كتير موظفين منكون قاعدين في قاعة اجتماعات بنحكى موضوع الكل بتفرج على موظف مع أنه مش مدير ليش؟ لأنه رأيه مهم لأنه في عنده كريزمة خلنا نحكي بده ما يسمعه رأيه هل هو مدير؟ لا فهذا الشخص شغال على حاله من قبل ما يصير مدير وهذا هو الأساس زي ما في سؤالك هلأ شو لازم يعمل أولا الإشي المفصل أنه بس يصير البني آدم مدير مسؤول عن بشر هو انتهى من خبرته التقنية خبرته المهنية في إن كان محاسب إن كان مهندس إن كانت ممرضة إن كان شو ما كان أبل وبينتقل لإدارة ناس يعني بينتقل من من مجموعة مهارات لمهارات مختلفة تماما أني أنا أشتغل على أكسل شيت مثلا أو أني أنا أعالج مريض أو أني أنا أركب مسورة يختلف تماما أني أقود مجموعة من الناس نعم طبعا تشتغل على أكسل شيت ونتعالج وإلى فبدي أتعلم التعامل مع البشر أأثر على البشر في كتير ما بيحبوا هذا الإشي بيعتبروا أنه يمكن خارج شخصياتهم أو خارج منطقة الراحة بس بالنهاية التجربة هي أكبر برهان كتير ناس كانوا يفكروا أنه أنا ما بحب التعامل مع الناس بس لما أتجرب الموضوع بيختلف صح فهذا أول التحضيرات أني أتعامل مع البشر تنين أنه ما أهتم لشغلهم أهتم لإلهم يعني فيه شخص حكيم حكالي عن حكمة والده بيحكي أنه أنت بتصير مسؤول عن ناس بتشتغل أنت مش مسؤول عن شغل ناس لأنه هذا فيه بني آدم مشاعر طبعا مش روبوت هذا مش ورقة مش تاسك 100% أنا بدي أشتغل مع كمال أنا بدي أشتغل مع خلود أنا بدي أشتغل مع خليل اللي هم بيشتغلوا وبيقدوا مهم ماه مشان الفريق كله يوصل لمكان أفضل فأعتقد هدول الأشيين هم ولكنهم كثير عامين إذا بدنا نحكي عن المدير الصح لما بنقول والله أنت الرجل المناسب في المكان المناسب شو صفاته يعني كيف بتعامل مع موظفينه شو الطاقة اللي بينشرها كيف ممكن شو هي الأساسيات لحتى يخلي الموظفين اللي هم تحته يشتغلوا وينتجوا هم مبسوطين خلود يعني لما نحكي في القيادة والإدارة هي فعليا علم ما بين علم النفس وعلم الاجتماع ففعلي ما في قوانين ما في إشي مثبت إنه إذا كان فإنه زي الرياضيات والكيميا وإلى آخر ففي كتير مدارس وأنا مش رح أحكي رأي مش رح أحكي رأي مدارس القيادة المختلفة مش رح أحكي شوية أبحاث في جامعات مش رح أحكي رح أحكي مين على أشخاص على جوجل شركة جوجل جوجل شركة ربحية شركة بيهمها لفلوس شركة بتعتمد على البيانات وتحللها مشان تطلع منها النهاية جوجل حكوا يا عمي إحنا بدنا نفهم شو شكل المدير الأفضل عملوا من 2008 ممكن أو 2009 مشروع اسمه Project Oxygen هذا شغلته بس يفهم أفضل مدراء جوجل شو شكلهم شو صفاتهم عدد صفاتهم سوا بسبب مختصين يعني هم أصلا بيشتغلوا بجوجل يعني هم بدون يشوفوا مين المدراء الممتازين أو المميزين جوجل جوجل فهذا مبني على بيانات جوجل حلو وقديش التفاعل شو صفاتهم يعني أولا بحكي لك هو مدارب جيد مدارب هي الترجمة واحدة من الترجمات العربية لكلمة كوتش 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 في الهسوق استخدام شوي الآن في السوشال ميديا ولكن خلنا نجي لجدرها كوتش أن أنت بتساعد الشخص بدون ما تعطيه رأيك حالو هون أنت يعني بتقول له وين يروح بدون ما أنت تفرض عليه أو تعطيه الحل كيف عن طريق أسئلة أوكي يعني أنت بتسأل الشخص بتساعد الشخص يشوف حاله من بره تسحبوا بره البرواز يشوفوا الصورة من بره وهو يلاقي حله لمشكلته هذا هو الكوتش زي طبيب نفسي طبيب نفسي يستخدم أدوات فيها كلام ولكن في موضوع الكوتش ممنوع أني أنا أعطي رأيه أساعد الشخص يكتشف حله لمشكلته حل محلي لمشكلته المحلية فهيزا كوت كوتش هذا واحدة من الصفات صفة تانية أنه يكون يمكن الفريق يعني يعطيهم عضلات كل واحد فيهم يعني يساعدوا يعرف وين عضلاته بدون ما بسموها مايكرو مانج يضلوا واقف على راسه شو بتسوي وين رحت وين جيت ليش رحت يعني مش حاشروا في منطق ضيقة بدوا يشوف كل خطوة طلعوا عضلاته لزميلك عنده اهتمام لنجاحهم ورفاهيتهم الشخصية حلو كتير مهمة يعني أنا لأنه فعليا خلود يعني إحنا قداش بنقضف الشغل الناس اللي بتشتغل بتطلع من بيتها الساعة سبعة على الأغلب بترجع الساعة سبعة بالليل صح يعني هاي 12 ساعة نحط 8 ساعات إحنا نايمين وإحتياجاتنا وإلى آخره 18 هاي 20 ساعة ضل أربع ساعات لعيلتك وولادك ومرتك وجوزك وإلى آخره فإحنا بنقضف الشغل كتير وقت فإذا أنا كموظف مرتاح مديري داير باله على راحتي فأنا مرتاح في البيت انتهى يعني أنا خلص وصلت لأعظم إشي في الدنيا شغل مرتاح بيت مرتاح شو بدي أحسن من هيك فالصفة الرابعة تواصل ممتاز بيحكونا جماعة جوجل إنه مدراءهم الأفضل عندهم تواصل لطيف بدي أرجع لمعلمي معلمي اسمه جون ماكسول جون ماكسول بيحكي نسمو أو نسقط بالقيادة والقيادة تسمو أو تسقط بالتواصل يعني إذا أنا بدأ أكون مدير فذ عندي تأثير على الناس ضروري يكون الكميونيكيشن تبعي على مآس الناس حالو لا أحكي تحت ولا أحكي فوق يعني تحط لهم كل إشعال الرف اللي بطلوه وإحنا في عنا قاعدة للأسف إنه عامل الناس زي ما بتحب أنت تتعامل أيها القاعدة الأفضل يعني هذه كويسة القاعدة الأفضل عامل خلود خلود تسمع أعطي خلود المهمة زي ما خلود بتحب تستلمها يمكن خلود بتحب ثلاث مرات في اليوم تقولها يعطيك العافية كمال إذا بتقوله يعطيك العافية ممكن يقولك هو أنا ولد بالروضة فكل حدا فينا حسب كيف هو بده عنده شخصية نحنا مش شخصية واحدة صح فأنا كمدير وهذا هو الأساس إنه أتعامل مع الناس بحسب احتياجاتهم حالو مش بحسب احتياجاتي شو هالكلام فمثلا هذه أربع صفات تعرف يا خليد أقولك شغلة وهذه أسمعتها كتير وصارت يعني هنا حتى كبير عنا في الأردن قديش بأثر المدير على صحة الموظف في ناس انجلطت صح قسما بالله وشوفتهم بعيني في ناس نفسيتهم مش تعبت في ناس انهارت دخلت مستشفيات دخلت ICU من وراء بقولك طب شو السبب مديري مديري أخانقني عصبني ما قدرت انجلطت طبعا هلا أولا يعني فيه شيء في علم الاجتماع منسميه مسافة السلطة في مجتمعنا فيه فرق كبير في السلطة ما بين أي شخص ومديره فمنطلع لفوق فهذا بيعطي للأشخاص أصحاب السلطة انهم شوي انهم يهرسون الناس اللي تحت احنا مش فيه مجتمع الكل عليه على نفس المستوى حتى لو هو مدير أنا مساعدة وأنا موظف فهذا الفرق بحط ضغط كتير على الناس وإذا هاي السلطة إذا تم إساءة استخدامها والناس مش عارفة تدافع عن حالها أسوأ إشي أنك تحس أنك حقك مهضوم أنت منضحك عليك بيظلوا يعب يوم ورا يوم ورا يوم بأثر عليه جسمه بتفاعل مع الموضوع بيجيب المرض لحاله وفي ناس ممكن تتوفى الأعمار بيد الله ولكن نأخذ بالأسباب أنه فيه أشياء ممكن تسير لدرجات كتير بعيدة وهذا ما نشوفه في مجتمعنا الآن في اعتلال كتير في حياة الناس إذا 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 مش بدنيا ونفسيا وممكن يكون نفسيا ويؤدي لا يعني لموت صامت بطعب وفي ناس بتستقيل بتترك شغلة بتقولك أنا أكثر هذا ترين طال جديد وعلى فكرة أنا معه إذا أنت حاس حالك أنه أنت مضغوط بالشغلك ومديرك بمؤثر عليك على نفسيتك وعلى صحتك والله في ناس بتستقيل بتقولك أعد في البيت بسير بس مثلا إذا استقال بني آدم وعنده مجموعة قروض عنده إجارات عنده مدارس عنده كده في ناس ممسوقة من إيدها اللي بتوجعها طبعا فالحياة مش بها هي بسيطة بس بدنا نعرف نتعامل معها وهذا هو برأيي موضوع النضج لأنه هذا هو الموضوع الشاغ البالي أني أنا أكون فاهم حالي فاهم الناس وفاهم البيئة اللي أنا فيها وأؤثر عليهم ابتداءا من نفسي هذا هو الشخص الناضج برأيي وهذا هو الموضوع اللي بشتغل علي صح طب مين أصعب حدا أنك أنت تقوده برأيي معلمي بدي أرجع لمعلمي جون ماكسويل بحكي لك أصعب حدا أنه تقوده هو نفسك يعني قبل ما أسوي مختار على موظفيني قبل ما أسوي مختار على أولادي أربي حالي وفي مثل نحكيه بالشارع بدأك تربي أولادك ربي حالك إذا أنا بكذب بنتي رح تكذب صح إذا يعني الموضوع واضح وهون بيجي موضوع القيادة بالقدوة يعني إذا أنا باجي على مكتبي الساعة 8 والدوام الساعة 8 بتلاقي الموظفين أصلا تستحي إنها تيجي 9 بس إذا الموظفين بيجوا 8 وأنا بحكي إنه الدوام لازم يكون 8 وأنا بتلاقيني في المكتب مشرف على الساعة 10 وما كنت في اجتماع شغل برة ولا كنت في اجتماع هذا منافق أصعب شخص أقوده هو حالي وتخيل كمال بيك إنه إذا أنا مش قادر أأثر على حالي أنا عايش جو جسمي من وقت ما ولدت أنا فاهم المفروض فاهم حالي فكيف أأثر على الناس اللي أنا مليون بالمئة اللي هي برة مليون بالمئة هذا نفاق خليل نصيحة هيك لكل حدا اليوم تعبان بشغله ما عندوش شغف بس بشكل سريع معك أقل من دقيقة بدك حدا يساعدك بل كاش لحالك بدك تحكي بس طبعا بدون ما يكون نميمة بدك تحكي لحد مختص أنه يساعدك لأنه كتير مرات ما نفكر ونحن عنا كل الحلول ولكن الحلول مرات بتكون برة وبدأ أحكي ل الرجال كتير قليل الرجال بطلبوا المساعدة ففي بحكي لك نفس لرجال بحي الرجال دور على حدا يساعدك حبيت كل الشكر إليك خليل على هذه المعلومات والنصائح اللي فعليا مهمة وفعليا لو كل المدير بتعامل بنفس الطريقة حياتنا راح تكون أفضل صحيح كل الشكر إليك نهاركم ورد يعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر